السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محبا بكم مرة أخرى. في هذا الفيديو سأقول لكم فقط كيف تحسب 75% نقطة الامتحان الوطني و 25% نقطة الامتحان الجيوي لولج بعد المدارس العليا. حيث كان بعد التلاميذ لا يعرفوا كيف يجبد 75% من الوطني و 25% الجيوي. حيث كما كان عرفوا أن من 2016 تقريباً تغيرت طريقة الانتقاء الأولي في مجموعة من المدارس. من بينها الإنصال الإنصام إلى غير ذلك. إذن كيف تحسبو 75% الوطني زائد 25% الجيوي. هما ديجة يحطوا واحد العتابة. مثلاً كي يقول لك العتابة ديال هذه السنة في الشعب كذا هي 15. يعني كيف تحسبوه كيف ستوصل لك العتابة أو لا؟ ستوصل لك إلى 75% الوطني من نقطة الوطني. وزائد 25% الجيوي. وترى ما أعطيتك ذلك 15% أو لا. إذا أعطيتك ذلك تقدر تولجها. لا أعطيتك ذلك لا تقدر أصلاً تدوي على ذلك الانتقاء. إذن سأقوم بمثال. أنت مثلاً جبتي في الجيهوي. ياك. عندوي على ذلك. أمتلة فقط باش أنت تكون عندك فكرة. وتحسب مع رأسك. وتعرف أيضاً تكون عندك فكرة. ما حالك تجيب في الوطني باش تدير شيء مدرسة معينة. حيث العتابة تكون معروفة بطبيعة حال. لحسب السنوات اللي قبل. الجيهوي. مثلاً جبتي فيه 12. حسناً. حسناً. هذا. والإمتحان الوطني من اللي دوزتيه. من اللي دوزتيه. جبتي فيه مثلاً 15. نقوله 15. حسناً. حسناً. بغيت نحسب 75% ديال الوطني أو 25% ديال الجيهوي. شنو غندير؟ غن ناخد هذا الوطني هذا. بغيت 75% منه. إذن غندير 15 اللي جبت. وغن نضرب في 75. وغن نقسم على مئة. صافي؟ من بعد غن نحسبها. وبنسبة الجيهوي قلنا 25% في المئة. يعني شنو غن ندرج بـ 12 في الجيهوي. يعني إذنك 12 غن نضربها في 25. وغن نقسم على مئة. يلا غن نحسب ونشوف كل الحاجة. شنو قد فيها. إذا بالنسبة الجيهوي قلنا 12. مضرب في 25. نقسم على مئة. شحال كتعطينا؟ كتعطينا ثلاثة. هذه كتعطيك ثلاثة. نقسم على مئة. نقسم على مئة. نقسم على مئة. 15 من روبة. 75. على مئة. أبداً شحال كتعطينا. كتعطينا ثلاثة. إن السيدي حداش فاصيلة 25. حداش فاصيلة 25. حداش فاصيلة 25. حداش فاصيلة 25. زائد ثلاثة شحال غا تساوي هذي غا تساوي مطبيع الحالة 14.25 خاصني شوية باش نوصل العتبل لي اه اللي هي خمستاش متلا شي مدرسة حتى خمستاش وكانين مدارس كي يديروا ربعتاش او لا تلتاش لا حسب ولا حسب عودان الشعباتية الكاتشيرا كل شي دويت عليه في في الفيديو اه الخاصة بتوجي سلسلة توجي على مدرسة ديجا دويت على هذا الامور هذه اذا دبا من اللي حسبت خمسة وسبين في المية دي الوطن وخمسة وعشرين في المية دي الجهوي حصلنا على 14.25 اذا كانت فعلا ديك المدرسة اللي بغيت يدير قدرت العتبة في 14 راح تقدر تفعلها حيث او لا تقدر اسميته حيث وصلتي العتبة اللي عطو الى عطو 17 العتبة 17 والشجرة للأسف اه لكي 14 وكذا اذا انا اتمنى تفهموا الفكرة يعني فكرة بصيطة بزاف ما يعني كيف تحسب حيث اه شعب نواد كيسي كيفاش كتحقي كان حسبوه 25.25 اذا انا اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وحاولوا تخدموا على الوطني خصوصا نسلين دوم الجهوي ضعيف يعني عندك بقي فرصة باش تخدم على الوطن وتيجب فيه واحدة النقطة اللي تقدر تساعدك باش تولج بعد المدارس اللي كتحلم بها اوكي يالله شكرا لاتتابع ديالكم والى اللقاء